اشتركوا في القناة ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقد رفع كبار ضباط خالص تحازيهم لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه لاستشهاد ضابط وفرد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهما للواجب الوطني المشرف للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل دفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا ومد يد العون والإغاثة الإنسانية للإشقاء وقد أكد أيده الله أن رجال قوة الدفاع سطروا أرعى معاني البطولة والولاء الصادق سيرا على نهج الآباء والأجداد الكرام الذين على مآثيرهم شيدنا مسيرتنا الحضارية الظافرة شاكرا جلالة الملك المعظم المواقف الأخوية للدول الشقيقة والصديقة وتحازيهم الصادقة وتضامنهم مع إخوانهم في مملكة البحرين ضد هذا العمل الإجرامي الغادر سائلا الله عز وجل أن يتغمد الشهدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصدقين ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمنى الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بكافة منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بشجاعة وحزيمة صادقة وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر خلال سريان الهدنة الأممية فمن الواجب عليهم القبض عليهم وتسليمهم لنا أو للتحالف العربي ليأخذ القانون مجرى بحقهم وعليهم مراعاة مصالح الجمهورية اليمنية الشقيقة في المنطقة وأشهد جلالته بالإجراءات والخدمات التي قامت بها قوة دفاع البحرين في هذا الوقت وما قدمته فيما يتعلق بنقل الشهداء والمصابين إلى أرض الوطن كما أثناء حفظه الله بدور الخدمات الطبية الملكية في علاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية ومتابعتهم